وقعت وزيرة التجارة وصناعة نيفين جامع والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالقاهرة باسل الخطيب وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية صديقة للبيئة في مصر وذلك في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية صديقة البيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذا المشروع يعمل على دعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية حيث يركز على دعم السياسات الصناعية وتشريعات اللازمة لاتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة اشتركوا في القناة